شو صار اليوم من 8 الصبح ل 8 المساء مقترح هدنة 21 يوم لوقف العدوان الحالي لكل وافق عليه أمريكا وأوروبا والدول العربية بس مش إسرائيل مجازر الأقصى كانت بالبقاع في ناس بعدها تحت الأنقاض من غارات مبارح بالليل صار في أكتر من 60 غارة حصيلة غارة يونين لحالة وصلت لعشرين شهيد وحصيلة اليوم الكامل وصلت لستين شهيد على الأقل بمية وخمسة عشر اعتداء على الأقل يا الله أنا بالموقع أجامع الكائمة حي ضربت قدامي ساعة ثلاثة أغارت إسرائيل على الضاحية للمرة الرابعة بأسبوع الحج اليوم استهداف القيادة المسؤول عن سلاح المسيرات بعدها بكم ساعة استهدف حزب الله قاعدة شمشون العسكرية تحديدا بالمسيرات استهداف إسرائيل ثاني صار على الكحالة بصاروخ دقيق شكله جديد وصاب شخص بسيارته ساعة أربعة ولليوم الثاني أعلن حزب الله أن وحدة الدفاع الجوي تصدت لتيارتان حربيتان فوق عدلون وأجبرتهم على مغادرة الأجواء اللبنانية نرصد أكتر من مية وخمسين صاروخ من لبنان اليوم تمانين منهم على صفد والباقي على عكا وحيفا وزارة الداخلية نشرت أرقام جديدة سبعين ألف ومئة نازح تسجلوا رسميا وتوزعوا على خمسمية وثلاثة وخمسين مركز الساعة ستة أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه صادق على مجموعة عمليات جديدة على الجبهة الشمالية وأمريكا اللي عم بتفتش على حل ديبلوماسة قدمت لإسرائيل مساعدة عسكرية مالية بقيمة 8.7 مليار دولار لتكمل حربة على المنطقة شكرا